كيبتر ياضي يمكن كان لطيف شوية بالعبارة نعتقد مبعلى مارفك أن يقيم على اتحاد الكرة أن يقيم مارفك وعلى اتحاد الكرة أن يعلم وأن يعلم تماما بأن مارفك ليس رجل المرحلة الفترة الماضية التي قدمها أو سنحت الفرصة لسيد مارفك لكل هذه المباريات التي لعبها سواء كان في التصفيات الأولى في التصفيات التي قبل ثلاث سنوات في التصفيات الحالية يثبت مارفك في كل مباراة بأنه ليس رجل المرحلة من يحارب على مارفك عليه أن يثبت عكس ما نراه في المباريات التي قاعدين نشوفها الفريق بلا هوية كل مباراة تستمر بنفس الوضع مع السيد مارفك قلناها يعني تكلمنا أكثر من مرة هل معقولة أن جميع المحللين والمقيمين والنقاد والرياضيين يشوفون شيء لجنة المنتخبات ما تراه في السيد مارفك يعني اليوم ما في أي سبب من وجهة نظري للإبقاء على السيد مارفك له بحريص على اللاعبين لا تشكيله واضح لا قراءته جيدة لا اختيارة لللاعبين جيدة لا تصريحاته حتى تتناسب مع المرحلة فأنا من وجهة نظري بأن مارفك أبدا من غير المعقول أن يكون موجود شو تصريح اللي لفت انتباه؟ لما صرح قبل ثلاثة مباريات أننا عندنا أمل أن نصعد كأول أو ثاني كان بينه وبينهم ست نقاط فهذا دليل أنه أصلا ما يعرف الجدول لكن اليوم حتى تصريحاته لما يقول لك احنا رايحين اليوم للفوز ونشوفه كيف يختار التشكيله ويحافظ على الدفاع عنده مهاجم صريح موجود على الدكة يلعب بكايو اللي ما يلعب أصلا في نفس المركز اللي هو تيقالي موجود عندك الدخل العامري متأخر كل تغييراته في المباراة تثبت عكس النقاراته للمباريات أنا من وجهة نظري أن اليوم التأهل على الأقل مركز ثالث يبغينا والأمور قاعدة توقف معنا وكل شي قاعد كل جولة نقول اليوم لازم التغيير حتى نحن نمسك هذه الورقة ونحافظ على التصفيات في بداية التصفيات بدأ بشكل غير صحيح لا لعب مباريات ودية لا حظ الفريق بشكل جيد بدأ الدوري وأجبر الناس على بداية الدوري بشكل غلط أخذ المنتخب بطريقة غير مؤهلة وغير جاهزين اللاعبين الجمهور ونحن كلنا صبينا غضبنا على اللاعبين بالرغم من أنهم غير جاهزين فنيا لأنه لا يوجد مباريات ودية قلنا بتتعدل من شهر 9 إلى 10 رجع نفس الأسلوب ولا مباراة ودية لعبها السيد مارفك إلى الآن هل يعقل أنت رايح لكاس العالم أنت اليوم بهذا التحضير وبهذه القراءة وبهذا الوضع أنا أعتقد اليوم أننا نحتاج إلى تقييم للسيد مارفك اليوم عندنا فرصة نتأهل حتى لما قال كابتر رياض للمراحل اللي جدام هل السيد مارفك ما قدر على اليوم على المنتخبات اللي أقل رح يقدر على أستراليا رح يقدر أصر يتأهل لنفرض فزنا على أستراليا هل يقدر يفوز على الورقواي أو تشيلي أو اللي يتأهل من هناك فبالتالي المرحلة تحتاج إلى مدرب ممكن يعمل مع الفريق بشكل متواصل يقرأ اللاعبين يعرف حرصة على اللاعبين يعرف إمكانيات اللاعبين في أنديتهم ويتابعهم من غير المعقول أنك تاخذ اللاعب من نادي فقط أنك عشان يلعب اليوم مباراة أنت ما تابعت هل هو جاهز محمود خميس كم صار له برع تشكيلة الوحدة وغير جاهز اليوم أنت تزج به في مباراة مثل هذه مهمة وتعرف أن محمود مش في مستواه ماجد راجع من إصابة أغلب مراكز اللاعبة مش في مراكزهم فأنا أعتقد في علامات استفهام كبيرة حول مدرب مارفك أتمنى من لجنة المنتخبات أنه أما يقتنعون يردوننا شو سبب اقتنعهم في حد يطلع يقول ليش مقتنعين في السيد مارفك قد نجهل أمور لكن اليوم بالوضع اللي نحن نشوفه أنا نشوف أنه محظوظ السيد مارفك تواجده إلى الآن ترجمة نانسي قنقر